توفي تشافيز وترك فنزول لا تواجه مستقبلا يلفه الكثير من الغموض بعد 14 عاما على رأس السلطة نجحت تشافيز في بناء شعبية كبيرة إلا أنه فاشل في بناء دولة ديمقراطية هذا ما صرح به المحلل السياسي جيغو أوكامبوسا أعتقد أن تشافيز سيبقى في الذاكرة على أنه الرجل الذي وعد الفنزولين بالتغيير على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لكنه سيبقى أيضا الرجل الذي فشل في قيادة بنزول لا إلى طريق النمو سيبقى تشافيز في الأذهان على أنه الرجل الذي فشل في تعزيز المؤسسات الديمقراطية في بنزول لا رغم قوته ونفوذه والكاريزما التي تمتع بها لقد فشل في محاربة الفساد والمحافظة على أمن الفنزوليين سيبقى تشافيز شخصية مثيرة وسيواصل التأثير في الحياة السياسية بشكل واضح الفنزوليون سيحتجون على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لقد أعلن ما دوروا عن انخفاض في قيمة العملة الوطنية كما أعلن عن نقص في المواد الغذائية الأساسية كالذرع وفي هذه الأثناء لاحظ الفنزوليون أن قدرتهم الشرائية تأثرت إذن أعتقد أن السؤال الذي يطرح حاليا هو هل الفنزوليون سيواصلون في السير على السياسة الفنزولية عن طريق نيكولاس مادورو أم أنهم سيبحثون عن التغيير عن طريق هنريك كابريليس هذا ما سيتحدده لاحقا فنزوليون تعد من أكبر منتجي النفط عالميا صادرتها تمثل 3% من إجمالية السوق العالمية فهل ستكون هناك فرص لانفتاح قطاع النفط على المستثمرين الغربيين بعد وفاة تشافاز؟ هي أوقات حاسمة بالنسبة لقطاع المحروقات في فنزوليلا اللاعبون الأساسيون في قطاع النفط ينتظرون خطط الاستثمار التي ستمنح لهم الآن وفي السنوات اللاحقة زيادة إنتاج النفط هي مفتاح في غاية الأهمية بالنسبة لمادورو لشراء الناخبين ومحاولة مواصلة السياسة تشافيزية معظم البرامج التي قدمها تشافيز سابقا ليست طويلة المدى ويمكن أن تتوقف بمجرد انخفاض أسعار البترول طالما اعتمدت تشافيز نهجا سياسيا معاديا لأمريكا والعلاقة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية لم تكن على أحسن حالها فهل ستتغير هذه السياسة الفنزولية تجاه أمريكا؟ سيواصل مادورو الخطابة القومية اليساري والخطابة المناهضة للولايات المتحدة لكن عندما يتعلق الأمر بتصدير البترول الفنزولي فنزولا تبقى متمسكة بالبراجماتية وأمريكا تبقى الحليفة التجارية الأول لفنزولا وفاة تشافيز التي فتحت الباب لتكهنات عديدة حول مستقبل البلاد اعتبرها البعض خسارة كبيرة لمحبيها فيما رأى فيها البعض الآخر انتهاء حقبة حزينة في تاريخ فنزولا ترجمة نانسي قنقر